صباح الخير شباب من يومين كنت بالسوق اناوي اشتري بطاريات قابلة لاعادة الشحن واذا اجتمعت بهدول البطاريات انتبهت لموضوع مهم جدا انه هاي البطارية جاي معها ووصلت شحن واستغربت كتير من هذا الموضوع لانه عادة البطاريات بتنشحن عن طريق شاحن عادي بتنوضع البطاريات بداخله وبتنشحن اما انه البطاريات ييجي معها وصلت شحن فانا استغربت كتير شو هي وصلت شحن هل هي دعاية مع البطارية؟ هل هي عرض من قبل الشركة المصنية على البطارية؟ دعوكم معي لنهاية الفيديو لنعرف مهمات وصلتها الشحن وأكيد يا شباب بالبداية عطوني لايك على الفيديو لحتى يزيد انتشاره عام تشوفونا أول مرة اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد بعالم التقنية إذن أصدقائي كما نرى معنا هالبكيج الخاص من البطاريات طبعا في عندي لتريبل اي وفي عندي لتو اي إذن القياسات من البطاريات المعروفين شيء للريمونت كنترول شيء للألعاب ماركة البطاريات مثل ما نرى اسمها اونيكسو تمام؟ مكتوب عليها انه هي صديقة للبيئة كاتب لي فوق انه عمرها الافتراضي عشر سنوات وطبعا لما بقول انه عمرها الافتراضي عشر سنوات ما هو عدد دورات الشحن انما هو العمر الطبيعي لانه هي تعيش البطارية بالحال التخزين طبيعي من خلف الكرتوني أصدقائي يعطيني عدة مواصفات رح نقراهم بشكل سريع الشحن الستاندر لهي البطارية خلال اربعين دقيقة بتفلل وفي حال الشحن السريع خلال عشرين دقيقة رح تكون مليانة من نقطة صفر للمية بالمية عدد دورات الشحن الخاصة بهي البطارية هو ألف دورة شحن يعني اذا كل يوم انت فضيت البطارية من نقطة المية بالمية لنقطة الصفر هي البطارية رح تعيش معاك ثلاث سنوات اما بالنسبة لمواصفات البطارية بشكل عام اكيد هي جاي واحد ونص فولت بقدرة 600 ميلي واط انا بالعادة بقراها 600 ميلي امبير قدرة الشاحن اللي بده يشحن هي البطارية لازم يكون 5 فولت بقوة 250 ميلي امبير وطبعا هون في عندي عدة تعليمات اهمها انه اذا اخرجت سائل البطارية لا تلمسوا لا تعرضها للحرارة لا توضعها بالنار وبعض التعليمات المعروفة عن البطاريات اما بالنسبة للبطاريات التو اي الكبيرة متل ما انا شايفين طبعا نفس الكلام مكتوب ولكن من الخلق بيعندي عدة مواصفات تانية غير التربل اي الوقت القياسي لشحن هدول البطاريات التو اي هو ما يقارب 60 دقيقة اما في حال الشحن السريع فخلال 40 دقيقة بتفلل واكيد هي مثل البطاريات التربل اي عدد دورات الشحن الخاص فيها 1000 دورات شحن وحتى ذاكر لي درجة الحرارة الخاصة فيها بين 20 و 60 درجة اما بهذا المكان عم يذكر لي انه قدرة البطارية واحد ونصف فولت وطبعا هي بقوة 2200 ميلي واط او 2200 ميلي امبير بتنشحن عن طريق شاحن 5 فولت بقوة 360 او 380 ميلي امبير ما في اي شيء اضافي نذكر عن هدول البطاريات الا انه هلا راح نجرب هون سوا متل ما انا شايفين اصدقائي ومتل ما لاحظنا انه فيه مدخل تايب سي للبطارية نعم مدخل تايب سي لحتى نقوم بشحنها هلا راح نجرب هذا الشيء سوا بس نشوف طريقة تفتح الصنبوق من اول كرتونة متل مملاحظين اصدقائي معي وصلة شحن براسين متل ما انا شايفين والراسين تايب سي طبعا انا ما راح استخدم وصلة الشحن راح استخدم شاحن من عندي طبعا هون في عندي وصلة شحن موصولة طبعا طويلة موصولة على راسية شاحن بالنسبة للبطاريات متل ما انا شايفين نفس الكلام اللي ارينا على الكرتونة تشارج بالقابل لاعادة الشحن بقوة واحد ونصف فولت 2200 ميلي واط او ميلي امبير طبعا انا مستغرب يعني انه كيف 2200 ميلي امبير وفي عندي دارة شحن بهذا المكان يعني البطارية فعليا تبدأ من هذا المكان راح نجرب نوضع الشاحن طول ما انه الضوء عم يرمش بهذا الشكل فهي دليل على انه عم تنشحن وبمجرد ثبات الضوء يعني صار الضوء اخضر ثابت فهي فللت او امتلأت بالشحن صراحة يا شباب منتج اكتر من رائع بشوفكن بعد ثلاث سنين لخبركن هل عاشت هاي البطارية ثلاث سنين ولا لا بوقتها لكل حادث حديث شكرا لمتابعتكن اصدقائي والى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة التقنية عربية شكرا